من صف الف تسعمية تمانية واربعين ظهرت للمرة الرابعة فكرة إنشاء بطولة للدوري العام المرة الأولى كانت سنة الف تسعمية اتنين وعشرين بعد تأسيس اتحاد القرى وقرر تنظيم دوري عام الاتحاد استضم بأهم عائق منعه من استكمال الفكرة وكان العائق ده هو المواصلات لأن وسائل المواصلات في الوقت ده ما كانتش مريحة زي النهاردة وفي الفترة دي كان الجيش الانجليزي عامل بطولة بين الأسلحة التابعة ليه وكان نظامها إن أسلحة كل منطقة من مناطق معسكراته يعملوا بينهم مسابقة وبطل كل منطقة يلعب مع أبطال المناطق التانية عشان يحددوا بطل الجيش الانجليزي فقرر اتحاد القرى إنه ينظم الدوري العام على نفس شكل البطولة اللي عملها الجيش الانجليزي وتم تقسيب مصر لعدة مناطق وكان نظام البطولة بنفس الشكل تلعب أندية كل منطقة دوري خاص بيها وبعدين يتقابل أبطال المناطق في النهاية لتحديد بطل الدوري المصري في آخر كل موسم وسموها بطولة المناطق الدورية الفكرة اتنفذت بشكل جزء يعني بدأت كل منطقة تنظم بطولتها وبدأت مناطق القاهرة والإسكندرية والقناة تلعب بطولة المنطقة اللي تابعها لكن ما تمش تنفيذ باقي الفكرة وأبطال مناطق القاهرة والإسكندرية والقنال ما لعبوش مع بعض لتحديد بطل دوري المناطق المرة التانية عام 1935 لما قرر اتحاد الكورة ينفس فكرة الدوري العام على أساس ياخد من كل منطقة الفرق الأولى في ترتيب دوري المنطقة ويعمل دوري بين متصدري المناطق ويطلع منه بطل الدوري العام وتقرر إن اللي حيشارك في الدوري العام من دوري القاهرة أول أربع أندية في ترتيب البطولة وكان ترتيب فرق البطولة الأهلي وبعدين السكة الحديد وبعدين الترسانة والمنافسة على المركز الرابع بين البوليس والمختلط ونجح البوليس في حسم المركز الرابع بعد ما فاز على نادي المختلط ليفاجأ الجميع بإلغاء الدوري العام ويتحجج التحاد الكورة بأن ما فيش وقت هو فعلا ما كانش فيه وقت ولا عشان المختلط ما تقاهلش للدوري العام الله أعلم والمرة الثالثة كانت بعد سنتين من المحاولة التانية وبرضو ما تمتش لكن نجحت المحاولة في المرة الرابعة وبعد المصادر قالت إن محمود بدر الدين سكرتير التحاد الكورة ومدير مسابقاته كان هو اللي وراء إحياء الفكرة المرة دي ومحمود بدر الدين لعب كرة القدم بالمدرسة السعادية وبدأت علاقته بالنادي الأهلي لما شاركت مدرسته في مطلع العشرينيات في بطولة كاس أحمد حشمد باشا للمدارس اللي نظمها النادي الأهلي وكان سنة كام 1914 وانضم محمود بدر الدين للنادي الأهلي وبدأ يشارك في تنظيم مسابقاته الداخلية كان شخصية نشيطة جدا وتولى منصب سكرتير كورة القدم من سنة 1925 لحد سنة 1933 وبعد كده انتخب محمود بدر الدين عضو باللجنة التنفيذية في النادي يعني المكتب التنفيذي وده كان من عام 1928 لغاية عام 1935 بعد كده انتخب عضو باللجنة العليا للنادي الأهلي يعني مجلس الإدارة وتولى منصب أمين السندوق لمدة سنة واحدة سنة 1935 لغاية 1936 ومن ناحية تانية محمود بدر الدين كان ضمن أول خمس حكام أداروا مسابقات كورة القدم في العشرينيات من القرن الماضي وتولى منصب مدير التحدي الكرة من سنة 1930 لحد سنة 1933 وكان إداري منتخب مصر في نهائيات كاس العالم عام 1934 ومدير مسابقات اتحاد الكرة من سنة 1946 لغاية سنة 1952 ومدير اتحاد الكرة من سنة 1952 لحد سنة 1955 وتولى في بعض الفترات منصب سكرتير نادي فاروق اللي هو نادي الزمالك حاليا ومحمود بدر الدين بيعتبر رائد التعليق الرياضي في مصر لأنه أول معلق على مباريات كورة القدم بعد افتتاح الإزاعة المصرية سنة 1934 واستمر في ممارسة عمله في التعليق الإزاعي لغاية ممات سنة 1955 ترجمة نانسي قنقر